ورجعنا لكم تاني وفقرة المطبخ فقرة المطبخ بقى اللي كتير مستنينها ومعينا النهاردة زي ما قلت في قول الحلقة شيف حكمة أهلا بيكي بقى مرة تاني أهلا بي يا حضراتك ربنا يكريمك يا رب وليلي بقى في الوقت عملتي ايه في احنا قلنا اكلتنا النهاردة احنا قلنا النهاردة اكلتنا سهلة وبسيطة مبدئيا احنا ولا علينا ولا شوينا بالنسبة البتنجان الكوسة البتنجان والكوسة وبطاطس زيته لاقي القوي في الطاسة الجريل وما بين مشوي وما بين مقلي بس هو مش مقلي عشان الزيوت احنا اهم حاجة يا دوبك يتشوح بس احنا عايزين ندبله بس قبل ما بنعمل كده عاملين خلطة كمون وتوم وبصل بودر وتوم بودر حاجة خفية قوي وليما بيحبش التوم ممكن يستغنى عنه خالص وبنتبل بيها الكوسة والبتنجان اما بالنسبة البتنجان احنا بنتبلهيش ومية بملح بس مش اكتر ونعمله على البتنج كده ونركنا وبعد كده بنحط فيه بنشوحه وبعد ما رفعناه بعد ما رفعناه كله معا شرايح الجزر وكنا جايبين تقريبا نص كيلو لحم وفرومة بتبلناها بصلة مبشورة وصفناها من المية بتاعتها عصرنا من المية بتاعتها وضعتنا بيها ومع حبة كزبرة شعرة حبة هنام شوية في الفرسمر حبة ملح بس لا اكتر ولا اقل عشان التوابل الكتير بتغير الطعم بتخلي الحاجة يبقى طعمها شاز شوية فكل ما كنت التوابل سيمبل بسيطة مع الحاجة اللي تست بتاعها يعلى لكن هكتر التوابل يبقى انت بتاكل التوابل مش عارف انت تعمل حاجة مش هتقدر تميزه لانها بتضغر طعم الشيء ده مبدئيا بعد كده عملناها رصناه في الوفل في الالوان وبدأنا نحنا نقصها في الصينية ايوه زي كده بصوا شكلها جميل نحيتك انت بلاحظة واحدة شكلها سخنة جدا سخنة قوي نرجع دي وراء نستشوفها حتى الواحد بيأكل بانيه الاول قبل قبل الجميلة جميلة تمام وبعد كده بنبدأ اللحمة عملناها اقراص زي البورجر بس طبعا اصغر بحس انها تبقى متناسبة مع حجم الخضر اللي احنا مقطعينه وبدأنا ان احنا نعملها هي كده استويت ولا لسه هي مستوية يدبك بس تتشرب اللي فيها لكن المبدئين هي مستوية كده لحمة اوري انت حط فيها بقدونس اللحمة المفرومة حط فيها بقدونس وبصلة قلت احنا عصرينها كويس من الماء بتاعتها عشان ما تخليش اللحمة تفك مننا اه تمام ولازم ندي اللحمة التست بتاعها كويس عشان ما تحط مع بقية الخضر انت بتتزوج كل حاجة انت بتدقها او انت بتدقيها او انت بتعمليها بتتلززي بها وانت بتكليها تمام ليه يبقى التست بتاعها عالي ده بالنسبة لسنة الخضر ما عملناش دورلي اللي هو المعتاد اللي هو في البيت كلها عملناه بس بشكل مختلف بنفس الوقت انت نفسك عينك لما تبص علي قلنا بقى العيش عشان الوقت خلاص وهنا هنعمل العيش بوري عملناه بحبة البركة تمام وهنقلي وهنعمل هنا سلطة الوقت انا خالفة ماشي الوقت خلاص لا مش الوقت عارضة نعمل العيش البوري لسه لسه قل لي العيش ده هتعمل ازاي هو عجين احنا مش هنحط في العجينة دي زيت ليه لان احنا هنقلي في زيت عجينة ملح سنت خميرة فورية معلقة سكر او نص معلقة سكر على حسب الكمال انت بتعمليها ونص معلقة حبة البركة تمام وبتعجنيها كويس بحيث ان هي المس هيبقى كده يعني بص مططتي ازاي وكل ما تكون مططي معاكي تبقى احسن كل ما تكون احسن لان هي هتدي معاكي تبقى رائعة جدا تنفخ لما تيجي تقليها تبص تلاقيها نفحة وبتحطها بتقليها في الزيت عادي بتقليها في الزيت عادي تبقى جميلة هي عيش لوحدها بس تبقى اجمل تبقى حلوة او مجرد انها تتقلي بس تعطيها مثل الابتايزر تمام تعالي قول لنا السلطة هنا عبارة عن كابوتش كابوتش ماشي وخيار سوري الخيار وهنقوم معها هنحط كل المكونات كلها بعدها ومعها الفلفل الالوان لا دا الاخر بقى خالص طب يلا خلاص هنختم معنا هو كل المكونات هنحطها الجديد بقى عندنا الزيتون والجبن والدورة جبنا ملح خفيف الدورة الحلوة خلاص يا شيف حكمة الوقت بتاعنا خلص الوقت خلص معنا وانت ان شاء الله معنا الحلقة الجاية هتجهز لنا مينيو جديد كويس كده تمام حلوة كده وطبعا معنا الرز لا هي وكبة غزائية كاملة متكاملة دي دي كافية قوية ومعنا الرز الابيض الرز الابيض بقى يعني معظمنا عارفين بيتعامل ازاي طبعا مينيو كامل بصوا العيش نقول الوقت فعلا بس العيش ارفعيك كده يا شيف حكمة كده بينفخ بينفخ بس تمام اوكي وهنستنيك ان شاء الله في الحلقة اللي جاية معنا ان شاء الله ما تقوليش مختلفة خالص مختلفة خالص عن المطلخ بشكرك جدا يا شيف حكمة وبشكر المساعدة بتاعتك وستنونا ان شاء الله في الأسبوع الجاي يوم السبت الساعة 11 صباحا ان شاء الله السلام عليكم